تجاوز كلمة المرور الخاصة بويندوز أصدقائي اللي تجاوز كلمة المرور الموجودة على الويندوز أنا بحاجة لأحرق برنامج اسمه Active Password Changer على فلاشي قوم بتشغيل اللابتوب بعد ما وضعت الفلاشي وبضغط على زر F12 تظهر دي قائمة الإقلاع الخاصة بلابتوب الدلة اللي عندي وبختار الفلاش ميموري اللي عليها Active Password Changer بيبلش البرنامج بالعمل بهي الواجهة اللي قدامي بقل له التالي طيب Select Volume إنه بدي أختار القرص أنا فيني أختار الـ C-B-E-D-A نعم هذو الخيار اللي بدي أختاره أنا رح أختار القسم C فقط مباشرة وجد ملف السيم اللي بداخله الباسورد الخاصة بالويندوز رح قل له التالي أنا عندي يوزر الـ AI اللي بداخله الباسورد أو اللي عليه باسورد للويندوز وبقل له التالي Clear this user password بيكون محطوط عليها إشارة تشك وبقل له Apply ومنلاحظ إنه تمت العملية بنجاحه وبقل له Finish اشتركوا في القفى وpole وزیندك اللي باتبلي للدى اشتركوا في القناة